عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقع مع الجانب الإسرائيلي خطوة في الاتجاه الصحيح هكذا عقبت الفصائل في قطاع غزة على قرار الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقية كافة الموقعة مع الاحتلال مؤكدة دعمها للقرار بمضمونه العملي وبنجاح تنفيذه بالمقابل يؤكد محللون على أن حالة الوفاق على هذا القرار لابد أن يوازيها الإرادة أيضا بإنجاح مسار المصالحة الفلسطينية كل القوى السياسية تقريبا مع موقف الرئيس مع بعض التحفظات من البعض ولكن لا يكفي التصريح نحتاج إلى ممارسة إن لم تحدث المصالح في وقت قريب أنا أعتقد لن يجرع الرئيس على المضي قدما في تنفيذ قراراته إن لم يضمن وحدة الموقف الفلسطيني من جميع القوى السياسية وأمام تحديات تنفيذ القرار عمليا ومنها الشق الأمني وإيجاد بديل عن اتفاقية باريس الاقتصادية ووقف الالتزام بالاعتراف بإسرائيل وربطه بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران تبرز في المرحلات الحالية أهمية مدى التزام الجمع الفلسطيني بتنفيذ القرار وأن يشمل أيضا وقف تفاهمات التهديئة بغزة مع الاحتلال مطلوب أيضا من حركة حماس أن تدرك تماما بأن هذا الدرب الذي تسير فيه درب التفاهمات بوساطة العمادي وغير العمادي من لادنوف وآخرين هذا درب خطير جدا يجب أن تتوقف عن السير بهذا النهج لأن هذا النهج يعني بكل بساطة التعامل مع غزة بوجود كيان سياسي في غزة يرقى إلى مستوى توقيع اتفاقيات هذا القرار يراه المراقبون إلزاميا في هذه المرحلة العصيبة لمواجهة صفقة القرن وتغول الاحتلال ما يبقى الباب مفتوحا لتجاوز لحظية القرار بتنفيذه عمليا وإنهاء الانقسام الحجد والدعم قولا من قبل الجمع الفلسطيني لقرار الرئيس سيبقى أجوفا وبحاجة لإرادة حقيقية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وتمكين الوصول لسندوق الاقتراع من أجل الانتخابات لفضايا النجاح تغريد الأمور قطاع غزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة